اهلا بكم مشاهدين الى هذه الطغطية المستمرة للعدوان الاسرائيلية على غزة والضفة الغربية ماذا بعد الاتهام الامريكي لنتنياهو بعرقلة صفقة تبادل الاسراء؟ قد تكون الخطوة مناورة امريكية جديدة وقد تكون خطة بديلة عمادة ضغط على زعيم الليكود من الداخل لانجاز الصفقة قبل الانتخابات الامريكية وتسجيل انجاز يضمن الفوز بالرئاسة في الاتنها يواصل الاحتلال الغارات المكثفة على قطاع غزة وخاصة على حي الزيتون كما يستمر في عضوانه على الضفة الغربية فيما تستمر المقاومة بالتصدي في القطاع والضفة مشاهدين ارحب في هذه الطغطية بضيفية سيد عامر خليل خبير في شؤون الامنية والاسرائيلية ينضم إلينا من القاهرة وسامر جابر باحث سياسي ينضم إلينا من لندن ولكن نبدأ من آخر تطورات في قطاع غزة مع زميل احمد غانم مراسل ميدين في خان يونس ليطلعنا على آخر التفاصيل احمد هل تسمعوني؟ يبدو ان زميل احمد غير جاهز حتى الآن على كل حال مشاهدين بالانتقاد الشديد من معارضيه قبل المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو الذي حمل الكثير من الأكاديب والتناقضات برأي محللين إسرائيليين وأكد أن إعادة الأسرى الإسرائيليين أحياء ليست في سلم أولويته تقرير منال إسماعيل لقد هدم كل شيء في خطاب واحد بهذه العبارة علق مصدر سياسي إسرائيلي على المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو لتفنيد موقفه وتبريره وتلميع صورته بعد مقتل الأسرى الإسرائيليين الستة في غزة وكعادته متسلحا بخرائط ووثائق وصور استفاد نتنياهو في عرض مواقفه التي حملت برأي محللين إسرائيليين الكثير من الأكاديب والتناقضات وأكدت تخليه عن إعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة أحياء هذا مؤتمر صحفي مؤلم جدا وفي ظل هذه الظروف لم يخرج أي مخطوط من غزة بصفقة ربما ينجح الجيش في عملية إنقاذ جريئة لكن كمية الأكاديب والتناقضات الداخلية لا تعقص يجب القول أن هناك الكثير من عدم الدقة مما سمعناه من نتنياهو محور فلادلفيا لم يكن المشكلة المركزية وغالبية السلاح أنتجته حماس داخل القطاع طريق القضاء على حماس لا يمر عبر محور فلادلفيا بل عبر سلطة بديلة وهذا الأمر لا يعالج ولم ينفذ من قبل هذه الحكومة نتنياهو تحدث أيضا عن الشمال كيف يريد الوصول وهو ودولة إسرائيل إلى المعالجة في الشمال وهم لم ينتهوا من العملية في الجنوب وعلى وقع استمرار حال التشضي والانقسامات الحادة التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي جاء المؤتمر الصحفي لنتنياهو ليعمق هذه الخلافات بين المستويين السياسي والعسكري من جهة وبين الاتلاف الحكومي والمعارضة من جهة أخرى ما سمعناه من نتنياهو هو خدعة سياسية لا أساس لها وما قاله عن محور فلادلفيا يفتقد إلى الصلة بالواقع ولا يوجد شخص مهني واحد يصدق هذه الخدعة لا المسؤولين الأمنيين ولا المنظومة الدولية ولا المقاتلين الموجودين في غزة الذين يارفون الواقع هناك كلام نتنياهو الذي أثار غضب عائلات الأسرى وزاد من مخاوفهم على أبنائهم قبله حديث خبراء عن أن نتنياهو هو المحرد الأول ضد خصومه السياسيين وأنه المسؤول الأول والأخير عن هدر دم من بقي من الأسرى الإسرائيلي ناحيا سيد عامر خليل أهلا ومرحبا بك أبدأ معك من القاهرة يعني تابعنا هذه الصور قبل قليل في هذا التقرير مؤتمر صحفي لبنيمين نتنياهو كان يحمل رسائل مبطنة عديدة في الحقيقة الخريطة التي عرضها لا تظهر الضفة الغربية وهو تعمد على ما أعتقد عرض هكذا خريطة ما هي الرسائل وما هي الغايات برأيك؟ هو الحقيقة أن المؤتمر الصحفي لنتنياهو له رسائل متعددة في أكثر من اتجاه على المستوى الداخلي الإسرائيلي وأيضا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي والعنوان الأكبر من كل ما قالوا يمكن تلخيصه أنه لا يريد التوصل إلى صفقة تبادل لأن موقفه يقول بالبقاء جيش الاحتلال في منطقة فلادلف وبالتالي لا يمكن التوصل مع علمه أن المقامة الفلسطينية لا يمكن أن تقبل بهذا الموقف ومصر على الانسحاب الكامل من كل قطاع غزة وهو بذلك يريد أن يرد الهجوم على المستوى الداخلي يريد أن يرد الهجوم الذي يأتي من المعارضة الإسرائيلية من الشارع الإسرائيلي من عائلات الأسراء الإسرائيليين الذين وجهوا له الاتهام الأول بأنه هو المسؤول عن مقتل ستة من الأسراء الإسرائيليين قبل ثلاثة أيام عثر عليهم الجيش الاحتلال في أحد الأنفاق يرد الهجوم بهجوم مضاد وتحت معادلة وعنوان أن القتلى تساوي التنازلات في نظر المعارضة الإسرائيلية التنازلات هي فلدلفية المعارضة الطالب بالتنازل عن فلدلفية وهذا خطر تحدث عنه بأنه خطر وجودي على مستقبل دولة إسرائيل إلى هذا الحد وصل نتنياهو في هذا الاتجاه وهي رسالة أيضا إلى الإقليم إلى الوسطاء أنه لن يتنازل لن يتراجع والشيء اللافت هنا أنه عندما كان يتحدث في المؤتمر الصحفي كان رئيس المساد رئيس وفد التفاوض الإسرائيلي موجود في الدوحة هو الذي أرسل إلى الدوحة في محاولة لتجديد أو تحريك المفاوضات في الوقت الذي كان في الدوحة ويجتمع مع رئيس وزراء قطر كان نتنياهو في المؤتمر الصحفي يتحدث عن شروطه المتعلقة بالصفقة والتي تجعلها مستحيلة وهو وجه رسالة أيضا لبايدن الذي قبل عدة ساعات على المستوى الدولي هذا رسالته وجه رسالة واضحة لبايدن الذي انتقد أنه لا يعمل ما يكفي من أجل التوصل إلى اتفاق صفقة تبادل فقال له أن هذا هو مستقبل إسرائيل وجود إسرائيل وأكثر من ذلك هو يكذب ويقول أنه هو الذي وافق على الورقة الأمريكية وإعلان بايدن ولكن المشكلة هي في حركة حماس التي ترفض يعني هو يزيف الحقائق كاذب بدرجة أن الإعلام الإسرائيلي هو الذي بدأ يتحدث عن كذبه وأنصف الحقائق التي يتحدث عنها فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا بالفعل مصرحية كبيرة لنتنياهو هو لا يريد في النهاية لا يريد هذا بالنسبة لمحور فيلادلفيا ولكن لم تجبني على الموضوع المتعلق بابتلاع الضفة الغربية من على الخارطة التي عرضها بنيمين نتنياهو في المؤتمر الصحفي ما دللات هذا الأمر وما هي الرسائل التي أراد إيصالها برأيك هو نتنياهو يتعامل على الصعيد الفلسطيني مع الساحات المتعددة مثلا الداخل المحتل هي ساحة القدس المحتلة هي ساحة الضفة الغربية هي ساحة وغزة هي ساحة وهذه هي الاستراتيجية الإسرائيلية القديمة الجديدة ونحن لاحظنا بعد خطة الانفصال في عام 2005 وبعد ذلك الانتخابات وما أفرزت من وجود حركة حماسة في الحكم في قطاع غزة أنه عمل فعليا على الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وهو يحافظ على هذا التوجه الاستراتيجي الآن بعدما احتل قطاع غزة وتستمر العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة يحافظ على هذا التوجه ويقول أن السلطة الفلسطينية لن يكون لها أي دور في قطاع غزة ويريد جهات أخرى تحكم قطاع غزة كما أنه لا يريد حركة حماس أن تكون في قطاع غزة هي رؤية أعتقد أساسية لدى نتنياه ولا يريد أن يكون هناك تواصل جغرافي أو تواصل على مستوى العلاقة بين أبناء الشعب الفلسطيني في كينونة واحدة ولذلك هو يؤكد على ذلك من خلال إعلانات ومواقف المختلفة والخريطة التي عرضها هو يقول أن هذه جبهة منفصلة عن الضفة الغربية لكن في نفس الوقت هو يتحدث ويقول أن الضفة الغربية أو غزة تلقي بظلالها على الضفة الغربية في العمليات التي تنفذ في الضفة الغربية وهذا ما تقول الأوساط العسكرية والأمنية الإسرائيلية أنه ما يحدث في قطاع غزة أحد أسباب تصاعد التوتر في الضفة الغربية وتصاعد العمليات وجرائم الاحتلال في قطاع غزة هذه هي رؤية نتنياه ولذلك هو يتعامل مع مكونات فلسطينية يريد أن يفصل بينها حتى تبقى السيطرة والتحكم الإسرائيلي التجزئي هذه سياسة تجزئة في الجغرافة الفلسطينية ليستطيع أن يتحكم في كل أوصال فلسطين المحتلة ونلاحظ أن ذلك حتى هو في الضفة الغربية عندما يتحدث الإسرائيلين عن الضفة الغربية يقومون بعملة تقسيم في الضفة أحيانا شمال الضفة ثم جنوب الضفة أنه جنين فيها المشكلة مرة الكريمية المشكلة لكن إسرائيل تواجه أزمة كبيرة مشروعها في المنطقة مشروعها في فلسطين المحتلة بإبقاء سيطرتها دون أن يكون هناك في ضرر على هذا المشروع بتوفير الهدوء والأمن المستوطنين هذا المشروع لا ينجح في حفظ أمن المستوطنين وكما نرى المقامة الفلسطينية في كل مكان قطاع غزة الضفة الغربية هذا التصعيد وهذا الإبداع في العمليات التي تنفذها المقاومة وتحدثوا اليوم يتم الحديث عن السيارة المفخخة التي تم العثور عليها بالأمس في عطيروت ويتحدثون هذا الأمر هذا التطور الخطير وقدرة الشباب الفلسطيني على الإبداع لا يحتاجون كثير من الجهد لإعداد عبوة ناسفة في سيارة وتفجيرها والخوف قائم أنها تنتقل إلى الداخل المحتل الساحة الأخرى التي يخشى الإسرائيليون أن يحدث فيها تفجير أيضا سيد سامر جابر إسرائيل هايوم تقول المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قررت اعتبار الضفة الغربية ميدان قتال إثرى العمليات الأخيرة ما الذي يترتب على هذا الكلام برأيك؟ آليا إسرائيل تعتبر الضفة ميدان قتال من بعد 2021 بعد عملية سيف القدس وهذا ليس مستجد الموضوع الآن هو من ناحية العملياتية هو تقسيم ميداني للضفة بين شمال ووسط وجنوب بالإضافة إلى القدس وبالتالي فقط للتحرك الميداني إسرائيل بالأساس مركزها الأساسي في المواجهة مع الفلسطينيين قبل اندلاع المواجهة في 7 أكتوبر كان فيها الضفة الضفة لم تهدأ من 2021 بالعكس الضفة من عمليا 2015 في منحة تصاعدي في المقاومة من ما بعد عملية خطف الثلاث مستوطنين في منطقة الخليل بيت لحم وبالتالي من هذه الفترة الحديث الآن نحن نرى تصاعد عملية المقاومة في الضفة الضفة محور أساسي وهي الخاصة الضعيفة لإسرائيل من ناحية الأمنية ولكن الموضوع يأتي في إطار تفكيك السلطة أيضا تفكيك السلطة الفلسطينية باتجاه مشروع سياسي غير معلن عنه وهو تحويل السلطة إلى سلطات فلسطينية من خلال حكم بلديات في الضفة وبالتالي إنهاء الموضوع الفلسطيني من خلال إنهاء موضوع الضفة يعني أفهم من هذا الكلام بأنه إسرائيل أيضا تخطط لعملية الترانسفير كما كانت تخطط لقطاع غزة مع بداية هذه الحرب هذا المشروع الإسرائيلي الأساسي موجود من 1968 ولكن اختفى عن الساحة لفترة مع نهايات الانتفاضة الثانية رجع هذا الموضوع للطرح الموضوع الترانسفير فيه أنه ترانسفير بشكل مباشر مثل محاول يعملوه في قطاع غزة من خلال الحرب الآن الترانسفير فيها الضفة يقوم من خلال عملية الضغط على المواطنين بحيث أن تصبح الحياة فيها الضفة غير قابلة للحياة بشكل مقبول إنسانيا إذا باللاحظ إسرائيل عمليا تستولي على وتسيطر على 60% من الضفة اللي هي مناطق سي وجدها من مناطق بي اللي هو منحكي عن 21% عمليا 19% الباقية من الضفة هي عمليا سيطرة مشتركة وإن كانت حسب اتفاق كوسلو هي سيطرة مدنية لصالح السلطة الفلسطينية فإسرائيل فعليا الأرض ماضية في هذا المشروع ونقل الفلسطيني خارج حدود فلسطيني التاريخية هو المشروع الأساسي أو الاستراتيجية الأساسية للمشروع الصحيوني فالتفكير خارج عن هذا الموضوع وعبارة عن وهم جزء من الفلسطينيين تبنوه في إطار عملية السلام إسرائيل الحل الاستراتيجي الأفضل لإلهه هو التخلص من الفلسطيني والقاعة لتجمعات سكنية محدودة لاستفادة منها كأيدي عاملة والتعامل لإحتياجات مستقبلية هذا هو المشروع الإسرائيلي في الضفة سنطلع الآن على آخر التطورات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة ينضم إلينا من خان يونس مراسل الميادين أحمد غانم أحمد ضعنا في آخر التطورات في قطاع غزة هذا اليوم ملحم شهد القطاع غارات إسرائيلية متجددة استهدفت مناطق مختلفة من القطاع لعل أبرزها رفح التي قصفت فيها طائرة مسيرة من ناعا كواد كابتر مجموعة من الشبان في المنطقة الشرقية لمدينة رفح وارتقى ثلاثة شهداء في عملية القصف هذه وخلال أقل من ساعة قصفت طائرة مسيرة أخرى مجموعة من المواطنين على ما يعرف بكف منطقة ميراج شمال مدينة رفح ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات نقل إلى المستشفى الأوروبي للشرق من مدينة خان يونس من رفح إلى مدينة غزة حيث واصل الجيش الإسرائيلي قصفه لحي الزيتون واستهدف بطائرة مسيرة شارع كيشكو مجموعة من المواطنون هناك وارتقى في عملية القصف هذه شهدين ووقع عدد آخر من الجرحى وكذلك أيضا وقع شهدين آخرين في قصف إسرائيلي بالقرب من أحد المحال التجارية في حي الزيتون ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى نقلوا إلى المستشفى المعمداني هذه الغارات جاءت بالتوازي مع استمرار القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي للمنطقة الغربية في رفح وكذلك مناطق وسط المدينة وبموازاة عمليات نسف يقوم بها الجيش الإسرائيلي لمباني سكنية في المنطقة الغربية لمدينة رفح ولسيما في منطقة تل السلطان وأحيائها وكذلك أيضا في المنطقة الشرقية أو الشمالية الشرقية لخليونس حيث منذ ساعات الصباح عكفت المدفعية على قصف هذه المناطق المحاذية للسياج الفاصل ودفعت بطائرات مروحية أطلقت نيرانها الثقيلة باتجاه الشريط الحدودي ضمن إطار أو في إطار عمليات تمشيطا للمناطق الحدودية بالإضافة إلى أن القصف المدفعي لم يتوقف أيضا طوال أو منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة على محور نيتساريم وتحديدا منطقتين المغراقة وشمال المخيم الجديد حي الزيتون وحي التفاء أو حي تل الهوى في مدينة غزة وتحديدا إلى الجنوب الشرقي والجنوب الشرقي من حي الزيتون تتعرض إلى قصف مدفعي عنيف لا سيما في محيط مفترق دولة مناطق المصلبة وشارع ثمنية وصولا إلى منطقة المسلخ انطلاقا من شارع علي وصولا إلى شارع عشر هذه المناطق تتعرض إلى قصف مدفعي ويقوم الجيش الإسرائيلي باستمرار بعمليات تفجير لمنازل مدنية مأهولة بالسكان هناك هذا اليوم تمكنت التواقم الطبية من انتشال جثامين ما يزيد على ستة عشر شهيدا جراء غارات إسرائيلية سابقة وحديثة هذه الليلة طاولت كل من مواصي رفح وكذلك خانيونس ستة عشر شهيدا جزء منهم وصل المستشفى الأوروبي والجزء الآخر وصل إلى هنا إلى مجمع ناصر عملية تلقيح أو إعطاء لقاحات شلل الأطفال ما تزال مستمرة هنا في غزة من المقرر أن تنتهي في المنطقة الوسطى مساء اليوم لتنتقل إلى خانيونس غدا ولمدة ثلاثة أيام ومن ثم ستنتهي هذه العملية في مدينة غزة وشمالها حيث سيخضع ما يزيد على ستمائة وأربعين ألف نسمة بحسب ما قالت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والأونروا لهذا اللقاح شكرا جزيلا لك أحمد غانم من خانيونس ومن قطاع غزة إلى الضفة الغربية وآخر التطورات هناك معنا من الضفة تحديدا من رمالها نسرين سلمي مراسلة الميادين نسرين ما الجديد الآن في الضفة الغربية الجديد في كفر ذان حيث ارتقت طفلة في السادسة عشر من عمرها لوجين مصلح برصاص قوات الاحتلال وأصيب شاب آخر برصاص الاحتلال الاحتلال يواصل عملية محاصرة أحد المنازل في كفر ذان واستقدم جرافات يقوم بواسطتها بهدم أجزاء من المنزل بعد أن كان حاصره واشتبك مع مقاومين في محيطه هو طبعا طالب منفي داخل المنزل بتسليم أنفسهم صاحب المنزل قال في تسجيل صوتي بأنه لا يوجد أحد في داخل المنزل سوى هو وأفراد عائلته لكن قوات الاحتلال واصلت إطلاق الرصاص باتجاه المنزل وقضائف الإنرجا أكثر من أربعة قضائف تم إطلاقها باتجاه هذا المنزل المحاصر والرصاص طبعا مما أدى إلى ارتقاء هذه الشهيدة التي نقلتها تواقم الهلال الأحمر من بلدة كفر ذان وإصابة شاب آخر قوات الاحتلال دفعت بمزيد من التعزيزات إلى منطقة كفر ذان إلى الغرب من مدينة جنين ولا تزال عملية الحصار مستمرة ومتواصلة للمنزل وعملية هدم أجزاء منه في جنين المدينة والمخيم هناك مواجهات تدور في منطقة الدمج حارة الدمج داخل المخيم قوات الاحتلال تتواجد في هذه الحارة وفي حارة الشهداء وفي حارة الساحة ومنطقة دوار الحصان هذه أكثر المناطق التي تتواجد فيها قوات الاحتلال بالإضافة إلى محيط المشافي في المدينة وحي الجبريات حيث تنشر قرناصتها وتعزز من آلياتها في منطقة شارع نابلس من حين إلى آخر تسمع أصوات انفجارات في داخل المخيم طبعا هي لعبوات ناسفة تستهدف قوات الاحتلال وأخرى تقوم قوات الاحتلال بتفجيرها وعمليات المداهمة لمنازل الفلسطينيين تحديدا في حارة الحواشين متواصلة ومستمرة في مخيم طول كرم اشتباكات في حارة البلاونة وعند مدخل مخيم طول كرم وفي منطقة حي المدارس تفجير لعبوات محلية الصنع تستهدف قوات الاحتلال قوات الاحتلال دفعت بمزيد من التعزيزات إلى محيط المخيم ونشرت قناصتها بالإضافة إلى استقدام مزيد من الجرفات في تلك المنطقة وهناك تواجد مكثف لطيران الاحتلال في تلك المنطقة طيران الاستطلاع وطبعا هناك دائما تخوفات من قيام قوات الاحتلال باستخدام هذا الطيران لقصف المقاومين كذلك قوات الاحتلال قامت بإزالة الشوادر أو هي كياس بلاستيكية يستخدمها المقاومون لتغطية زقة المخيم حماية للمقاومين من طيران الاستطلاع قوات الاحتلال قامت بإنزالها وإحراق جزء منها أيضا سمع تفجير لمنزل داخل إحدى حارات مخيم طول كرم بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال تتواجد بشكل كثيف في حارة المقاطعة القريبة من مخيم طول كرم وهناك طبعا تواجد في محيط مشفى ثابت ثابت الحكومي يضاف إلى اقتحامات طول كرم وجنين اقتحام لقوات الاحتلال لقرية برقة شرق مدينة رام الله قوات كبيرة اقتحمت هذه القرية وتقوم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه المواطنين الفلسطينيين قوات أخرى اقتحمت بلدة سلواد إلى الشمال من مدينة رام الله قوات معززة على ما يبدو أنها حملة للاعتقال والمداهمة أيضا قوات الاحتلال داهمت مخيم شعفات إلى الشرق من مدينة القدس وتقوم بحملة مداهمات في تلك المنطقة وتركيب لكاميرات تصوير بالقرب من الجدار الفاصل الذي يفصل ما بين المخيم والمستوطنة الإسرائيلية المعروفة ببسجات زييف القريبة على حدود المخيم هذه أبرز التطورات من الحم شكرا جزيلا لك نسرين سلمي على مروحة المعطيات والمعلومات التي أفتنا بها مراسلة المايدين من رام الله أعود إليك سيد عامر خليل عندما يتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن بن يمين نتنياهو بأنه لا يقدم ما يكفي لإتمام صفقة الرهائن أو تبادل الأسرة هذا الأمر ما الذي يعنيه؟ هل هو تغير في الموقف الأمريكي أم أنها مناورة أمريكية جديدة؟ لا أعتقد أن هناك في تغيير من الموقف الأمريكي اتجاه نتنياهو حتى بشكل شخصي هو تعبير عن الامتعاض من التصريحات العلنية لنتنياهو خاصة في موضوع فلادلف ومحاولة المتكررة دائما وضع العراقيل والعصي في التوصل إلى اتفاق لصفقة تبادل لكن الإدارة الأمريكية ليست في صدد الخروج بشكل علني ضد نتنياهو ومهاجمته لعدد أسباب وأهم سبب هو الانتخابات الأمريكية الرئاسية نحن على أبواب هذه الانتخابات في الخامس من نوفيبر القادم ولا يمكن للحزب الديمقراطي أن يدخل في مواجهة مع نتنياهو يمكن أن تؤدي إلى التأثير على حبوض كاميلا هيرس والحزب الديمقراطي بالفوز بالرئاسة خاصة أنه نسبة كبيرة من اليهود الأمريكيين ما بين سبعين إلى خمسة سبعين تنصوت للحزب الديمقراطي وعلم بايدن من منعطفات سابقة في المواجهة مع نتنياهو دائما هو الذي يخسر هو الذي يتراجع هذا شاهدناه في الأشهر الماضية في الانتقادات التي كانت يوجهها دائما بايدن في الموضوع للمساعدات الإنسانية وطلباته المتكررة من نتنياهو ولا يستجيب له لكن في النهاية هو تراجع بايدن حتى في مسألة المساعدات العسكرية الأمريكية وشحنات الأسلحة الشحنة الوحيدة التي أوقفها علق حتى تراجع عنها فبالتالي لا تغيير الحقيقة أساسي وجوهري في الموقف الأمريكي وحتى الآن هناك خوف أمريكي من مجرد أن يتم تحميل المسؤولية بشكل أو آخر لنتنياهو أو إسرائيل في عرقلة التوصل إلى صفقة هناك تردد أمريكي كبير في هذا الاتجاه ورأينا بلينكين عندما خرج بعد الاجتماع من نتنياهو ماذا قال؟ أن نتنياهو وافق إسرائيل وافقت وحماس لم توافق وهذا الأمر هو الذي الآن على ما يبدو تريد أن تغطيه الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية فيما يتم تسريبه عن الإمكانية أن يتم طرح صيغة حل وسط لتسوية تطرح على المقاومة وعلى كيان الاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان عبارة القبول أو الرفض حتى لا يتم تحميل المسؤولية لنتنياهو وتتوقع الأوساط الأمريكية والإسرائيلية أن هذه الصيغة ستكون قريبة جدا من موقف كيان الاحتلال وبالتالي سترفضها المقاومة وبالتالي هي ستحمل المسؤولية لا أعتقد الأدارة الأمريكية بصدد أن تعطي أي حبل يمكن أن يشير إلى تغير في موقفها من كيان الاحتلال الإسرائيلي خاصة في ظروف الانتخابات الحالية وقد دخل ترامب على هذا الخط في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية خاصة بعد مقتل ستة من الأسرى الإسرائيلين عندما حمل بايدن وحمل إتمام الصفقة ألا تصب الآن في مصلحة الإدارة الأمريكية الديمقراطية حاليا في الانتخابات الرئاسية المقبلة وهذا ما تريد الإدارة الأمريكية ولذلك دخلت بهذه الكثافة فجأة رأينا قبل ثلاث أسابيع أنه في حراك كبير في موضوع هذه الصفقة هو ارتبط صحيح بالتصعيد الموجود في جبهة الشمال وردود المقاومة على عملية الإغتيال في طهران وبيروت لكن هو حرص أمريكي على أن لا تندلع المنطقة تنفجر المنطقة أو تحدث فيها تطورات تؤدي إلى حرب واسعة ولذلك رأينا هذه المرة كثافة أمريكية في الحراك أنه مرتيني تعقت في أسبوع واحد قمة وأيضا بريت ميجوغر المستشار الرئيسي الأمريكي يبقى في المنطقة خمسة أيام في القاهرة يتفاوم هذا جهد غير مسبوخ أمريكي في هذا الموضوع لكن واضح تماما أنه جهود الأمريكية هذه المكثفة تقابل بتعنت نتنياهو ووضعه العراقيل والإدارة الأمريكية حائرة بالأمس بايدن عقد اجتماعا مع مستشاري وزير خالدية مستشار الأمن القومي وغيرهم وبحث لكن ماذا الذي صدر عن هذا الموضوع لبحث مسألة التوصل إلى صفقة الإدارة الأمريكية حائرة حاليا هي ستضع تسوية وبعدها ستنكفع على الانتخابات لن يكون حراك أمريكي بعد ذلك في هذا الاتجاه لذلك الرؤية واضحة أو المصار واضح أنه لن يكون هناك صفق التبادل حتى موعد الانتخابات الأمريكية في الخامس النظر القادم هذا ما يريد نتنياهو إذن الولايات المتحدة الأمريكية حائرة سيد عامر كما تقول حتى الآن كيفية التعامل مع بنيمين نتنياهو ووجه السؤال هنا لسيد سامر جابر هل هذه الحيرة دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى محاولة تقليب الأوضاع الداخلية ضد بنيمين نتنياهو نجد بأنه جانس، جالنت، زعيم المعارضة، يائير لبيد حتى النقابات العملية كل هذه المؤسسات وهذه الشخصيات إنجاز التعبير اجتمعت مع بعضها البعض الآن لتصعيد داخلي كبير ضد بنيمين نتنياهو هل للولايات المتحدة الأمريكية يد برأيك في هذا؟ دعنا نقض خطوة للوراة هناك مصالح أمريكية ثابتة في المنطقة وهي السيطرة على منطقة الشرق الأوسط كمنطقة استراتيجية أساسية وبالتالي فإن إسرائيل لها دور في هذه الاستراتيجية إسرائيل لا تستطيع أن تمارس أي دور خارج هذا الحدود أي شيء ممكن أن يدور بالاستراتيجية الأمريكية العامة فيها المنطقة الأمريكا كمنظومة كدولة لها منظومة أساسية وما يسمى بالدولة العميقة نمنع هذا الكلام لنعلم أنه إسرائيل وحسب تقاريرهم وحسب تسريبات أمس كانت غير قادرة على الاستمرار في الحرب ما بعد عدة أشهر تحديداً ما بعد شهر اثنين من بداية هذه السنة وبالتالي الحرب ما بعد شهر اثنين هي عبارة عن حرب أمريكية والإسرائيل عبارة عن أداء أمريكية في هذه الحرب هذا جزء جزء آخر هناك بعد تكتيك في الخلافات ما بينهم في التوصل هل يمكن توصل الاتفاق ضمن أي صيغة أمريكا تحاول من خلال صيغة أي اتفاق أن تبقي حالة من الردع تتمكن منها إسرائيل أن تفرض حالة فيها المنطقة إسرائيل كما هو معلوم فقدت قدرتها على الردع من بعد مواجهة تموز 2006 حاولت استعادتها خلال هذه الفترة ولكن يبدو أنها لم تنجح في هذا الموضوع لنعود أيضاً مرة أخرى في 2014 إسرائيل لم تكن قادرة على الاستمرار في الحرب بدون الاستعانة بالمخزون الأمريكي الموجود في فلسطين المحتلة المخزن الأمريكي الموجودة بين قدسين إسرائيل بالتالي هذه الأرضية الأساسية لانطلاق لأي فهم هناك خلافات تكتيكية هل يلعب نتنياهو ضمن هذا الإطار؟ نعم نتنياهو يعرف ما هي الحدود وبالتالي هو يلعب في هذا الإطار يحاول أن يدفع سياساته إلى أقصى حد وهو في ذلك مدفوع بالسمرار قيادة الذاتية خاصة بأنه توقف الحرب سيحيل إلى عدة محاكمات وبالتالي هو ينتهي تاريخ السياسي بحرب مهزوم وبدون أي إنجازات هذا هو الدافع الشخصي بالنسبة لنتنياهو بالنسبة للإسرائيليين الآخرين عمليا إذا بنتابع يورده براء يورده براء أحكى بشكل واضح من خلال عدة تغريدات بأنه هذه الحرب فقدت أهميتها الاستراتيجية من بعد شهر 12 يعني من بعد ما جرى أول عملية التبادل وبالتالي كان بالإمكان توصل لتفاهم إذا كان هناك مصلحة إسرائيلية عالية ولكن يبدو بأنه الأمريكي لم يضغط بهذا الاتجاه لأنه ما زال يريد من إسرائيل أن تلعب دور أكبر في المنطقة وفي إطار الحفاظ على المصالح الأمريكية بالتالي رؤية الموضوع فقط هذه الحرب لأنها حرب إسرائيلية مع باقي المنطقة هل لا تزال هذه الحرب تؤمن المصالح الأمريكية سيد سامر يعني عندما نتحدث عن أكثر من عشرة أشهر قرابة أحد عشر شهرا تقريبا من هذه المعركة دون تحقيق أي أهداف في ظل تغير صورة إسرائيل لدى الرأي العام العالمي بشكل كبير جدا وهذا يضر بالمصالح الإسرائيلية وبالمصالح الأمريكية أيضا دعم أمريكا المتواصل للإبادة الجماعية الإسرائيلية أيضا يضر بصورة الولايات المتحدة الأمريكية هل لا تزال هذه الحرب تؤمن المصالح الأمريكية الآن؟ يعني هناك مفارقة تاريخية أمريكا وإسرائيل يحاولوا عمليا احتواء الضرر 7 أكتوبر خسارة استراتيجية لا يمكن تعوضها بالمنظور الاستراتيجي إسرائيليا وبالتالي الآن هم كل الحرب هاي اللي بنشوفها جزء منها في إطار احتواء عملية الضرر استراتيجية لو نحط كل هاي المساعل الأمريكية في احتواء كل المنطقة وتحديدا البقاء في المنطقة كقوة فاعلة وتحديدا من بعد الدخول الصيني بالاتفاق أو التفاهمات الإيرانية السعودية بالتالي كان على أمريكا نتعود بقوة ولكن يبدو انتصاد المقاومة في المنطقة حال دون هذه العودة القوية لأمريكا من خلال التفاقيات أبرهام أو التفاقيات تطبيع مع عدة دول عربية في المنطقة بالتالي هما يدخلوا في عملية مفارقة تاريخية كلما يحاولوا جبر الضرر هما عمليا يدخلوا في أزمة أخرى بالتالي هما أمام مأزق استراتيجي بالمفهومة الاستراتيجية احتواء الضرر يبدو أن هما غير قادرين عليه هما يدركوا وتحديدا الأمريكان يدركوا بأن الحل هو عبارة عن حل سياسي بالنهاية وفي هذا الإطار أنه الضلق العسكري يجري في إطار حل سياسي ما هو الحل السياسي؟ الطرفين الإسرائيلي والأمريكي غير محددين لإطار العمل لهذا الاتفاق السياسي الأمريكي بالنسبة لهم البقاء قوة أساسية تحدث سياسات في المنطقة وتعطي رعاية لبعض الأنظمة في المنطقة هو الحافز الأساسي بالتالي هما ما عندهم مثل ما بحكم بالإنجليز أهداف محددة هما عندهم إطار عمل في منطقة الشرط الأوسط الإسرائيلي تاريخيا يعاني من وضع الاستراتيجيات ليس لديهم قدرة على وضع استراتيجية هما استراتيجيتهم تسمى بعلم الاستراتيجية استراتيجية تراكمية بمعنى الأرض الأمور على الأرض الواقع والتعامل بناء على ردات سيد سامر ابقى معنا لو سمحت مشاهدينا سنعرض الآن هذا الفيديو الذي نشرته سرايا القدس لقنص جنود الاحتلال في محور التقدم في حي الزيتون في مدينة غزة بالاشتراك مع كتائب القسام فلنتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيد عمر خليل كل هذه الفيديوهات التي تنشر بشكل يومي من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية سرايا القدس او كتائب القسام او غيرها من فصائل المقاومة في الحقيقة تشير الى معطى واحد وهو معطى منطقي وهذا يؤكده الخبراء العسكريون الاسرائيليون بان البقاء في قطاع غزة الان لا جدوى منه ومن هؤلاء هو اسحاق بريك نبي الغضب الاسرائيلي كما يطلق عليه يؤكد بانه الاستمرار في حرب الاستنزاف هذه ستؤدي الى انهيار دولة اسرائيل بين مزوجين لماذا هذا الاسرار برأيك الان من قبل بن يمين نتنياهو على عدم اتمام صفقة على البقاء في قطاع غزة ان كان في محور فيلاديلفيا او في نتساريم وهل هذا الامر يرتبط فقط ببقاء حكومته على قيد الحياة ام هناك اهداف استراتيجية اخرى هو الحقيقة هناك اكثر من اتجاه في ذلك او عامل الشيء الاساسي ان هذه الحرب هذا العدوان على قطاع غزة وفق الاهداف التي حددتها الحكومة الاسرائيلية لم تتحقق حتى الان بمعنى ان القضاء على المقاومة عسكريا وسلطويا واستعادة الاسراء الاسرائيليين توفير الاجواء الامنة لعودة المستوطنين الى مستوطنات جنوب فلسطين لم تتحقق وبالتالي نتنياهو اذا اراد ان ينهي هذه الحرب بصفقة تبادل وهذا احد الاسباب ايضا في تعنته انهو اذا انهى هذه الحرب بهذه الطريقة هذا سيعتبر هزيمة بالنسبة لاسرائيل وهزيمة شخصية لنتنياهو لذلك نرى هذا الاسرار من قبل نتنياهو حتى في المفاوضات في البند المتعلق بوقف اطلاق النار هو يتعنت في هذا الموضوع ويريد وقفا مؤقتا للنار ثم يعود جيش الاحتلال بعدها بعد 6 أسابيع 8 أسابيع للعدوان على قطاع غزة لذلك ما يحدث هذا الفيديو الذي رأيناه هذا يؤكد ان كل هذا الجهد الاسرائيلي العملياتي على مدى نقترب من نهاية الشهر الحادي عشر لم يستطع ان يحقق الهدف الاسرائيلي هذا يدلل على ان المقاومة لذات بخير وما تفعله بعد هذه الفترة الطويلة والضغط العسكري الكبير الاسرائيلي وهذا التدمير هذه معجزة فلسطينية لم يكن احد يحلم ان هذا الصمود صمود المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني سيكون بهذا المدى الطويل انظر الى هذا الفيديو ما حدث فيه منظومة المراقبة والتحكم لدى المقاومة هي تراقب جيش الاحتلال وتضرب في مواطن الضعف وتكمل له وتعمل المصائد وتضرب في اكثر من مكان بعد 11 شهر هذا الامر ما يقرب 11 شهر لازال هذا الامر فاعل وبالتالي هذا يعطي علامة واضحة ورسالة واضحة للجمهور الاسرائيلي للحكومة الاسرائيلية المستوى الامني وهذا ما فهم الجيش الاسرائيلي الذي يريد ان يخرج من قطاع غزة وهذا احد اسباب مطالبة بالتواصل الى اتفاق اطلاق نار ارهاق كبير لجيش الاحتلال في قطاع غزة مع اعلانه وتسريباته ان العمليات العسكرية انتهت في قطاع غزة ليس هناك فائدة من البقاء في قطاع غزة هذا القتال سيستمر لسنوات طويلة لذلك نحن امام مشهد اعتقد بالنسبة ليتنياهو مشهد قاسي انه بعد 11 شهر لا يستطيع ان يحسم هذه المعركة والمسألة تتفاعل الى جبهات اخرى وهذا هو الخطر الذي تحذر منه المؤسسة الامنية في التسريبات التي وردت امس في الاعلام الاسرائيلي انضفة الغربية ممكن ان تتحول ليس الى جبهة ثانوية كما يقولون الان او جبهة ثانية تتحول الى جبهة مركزية تتصدر كل جبهات المقاومة والمواجهة الحادثة الان في اكثر من مكان فلسطين محتلة وعلى شمال فلسطين محتلة هذا هو ما يخشى نتنياهو ولذلك هو يريد تحت الشعارات التي يرددها باستمرار ويختلقها حول التهديد الوجود على اسرائيل بسبب فلديلفي فلتستمر للحرب وحينما ترفع المدافع ويطلق الرصاص لا يعقل انه يكون احد في كالي الاحتلال الاسرائيلي يقف في وجه نتنياهو لذلك هو وجه اتهامات لأولئك الذين يعارضونه ويتحدثون عنه وينتقدون مواقفه قال كيف انتم تجرؤون على الحديث عن وقف الحرب واعطاء جائزة للمقاومة الفلسطينية بوقف الحرب بهذا الشكل ونحن لم نحقق الاهداف لذلك نتنياهو في ازمة كبيرة في التعامل مع هذا الواقع الذي هو خلقه بنفسه يحاول من خلال الاكاذيب والشعارات ان يغمي على ذلك لكن هو مفضوح على المستوى الداخلي الاسرائيلي وايضا على المستوى الخارجي وحتى لدى بايدن يعرف ذلك هو مفضوح على المستوى الداخلي الاسرائيلي سيد سامر جابر اذا كان مفضوح بن يمين نتنياهو الى هذه الدرجة الان بدأنا نشهد تصاعدا في الجبهة الداخلية الاسرائيلية ضد بن يمين نتنياهو وضد المماطلة التي يقوم بها متى يمكن ان تصبح او يصبح هذا التصعيد مؤثرا في تغيير القرارات داخل الحكومة الاسرائيلية المنظومة الامنية الاسرائيلية تلعب دور حاسم في هذا الموضوع في حال انهم قرروا انهم بتعقون مع حلفهم الاستراتيجيين الامريكان تحديدا الـ CIA البنت فهذا القرار يكون قابل للتنفيذ في اسراء وقت لكن يبدو اعطاء انفسهم صبغة ديمقراطية فهم ينتظروا ضغط اساسي من الشارع الاسرائيلي الشارع الاسرائيلي الان يلعب دور اساسي في حال تم اغلاق العصيان مدني اسرائيلي بالتالي هذا الحكي سيهدد استراتيجيا استمرار المنظومة الاسرائيلية كله وبالتالي سيتم اخضاع نتنياو هذا السيناريو واحد السيناريوات الاخرى هو انسحاب السفرديم المتدينين اليهود الشرقيين من الحكومة وبالتالي هذا يسحب من الحكومة اللغبية بتالي ستنهار من الداخل ولكن بحاجة الى تطمينات من الباقي الاسرائيلي من المعارضة الاسرائيلية انهم لن يذهبوا الى سياسات في حال نيار حكومة تضر بالمتدينين للجهود الاسرائيليين هذا السيناريو السيناريو الثالث ان يتدخل نستوى الامن بشكل مباشر ويفرض نفسه مثل ما كان يفعل في السابق ويقول لنتنياهو هذا هو الموضوع وعليك الان ان توافق حتى الان المستوى الامني الاسرائيلي يلعب دور على انه عبارة عن اداة كأنه منظومة في اطار منظومة ديمقراطية ولكن انا باعتقادي بانه الامريك هو الذي يلعب الدور الاساسي وليس في حال قرر الامريكي الحرب ستقرر اسرائيل بينها سيد عامر خليل بالنسبة للحريديم الى متى قادر اسرائيل او الجيش الاسرائيلي على مواصلة هذه الحرب بعيدا عن تجنيد الحريديم هل هو لديه المقدرة اذا لم يجند الحريديم كما يطالب البعض خاصة المعارضة الاسرائيلية هل لدي القدرة بالاستمرار اكثر في مواصلة الحرب هذا الموضوع قضائي تحول الى مسألة قانونية في المحاكم الاسرائيلية التي تطالب نتنياهو بان يفرض تجنيد الحريديم في الجيش الاسرائيلي وهذه المسألة تطورت وكان مفترض ان تفرض عقوبات على الحريديم الذين يرفضون التجند عندما يبلغون السن القانوني للتجند يفرض عليهم عقوبات من قبيل انه عدم منحهم الاموال اللازمة للدراسة في المدارس الدينية والمعاهد الدينية ومنع الاول ايضا عن اطفال الروضات من ابنائهم في الروضات كان هذا المفترض الامر ان يتم واصدرت المستشارة القضائية الحكومية امرا بذلك وطلبت من الحكومة وزارة المالية الاسرائيلية ان تفعل هذه الخطة بفرض العقوبات عليهم لكن هي تراجعت قبل عدة ايام واجلت هذا الامر بالعقوبات الى نهاية شهر نوفمبر القادم فبالتالي هذه المسألة لن يكون لها تأثير على تركيبة حكومة نتياه من جهة انه ممكن الحريديم ان يتجه نحو الخروج من الحكومة خلال الايام والاسبيع القادمة اذا ما فرضت هذه العقوبات هذه المسألة هي التي تؤلم الحريديم بشكل اساس مسألة الاموال والعقوبات لكن الموضوع تأجل وبالتالي امامنا تنياه فترة من الهدوء والاستقرار على مستوى الاتلاف الحكومي له وحتى نهاية شهر نوفمبر بداية عمل الكنيسة الاسرائيل وحينها سيصار مجددا الى البحث في هذا القانون وكيفية التوصل الى صيغة يمكن ان ترضي الحريديم وترضي المحكمة العليا التي طالب بتجنيدهم كما كل الاسرائيليين لذلك هذا الموضوع مؤجل لن يؤثر حاليا على استقرار حكومة نتنياهو مع هذا التأجيل في قصة العقوبات المالية للحريديم طيب سيد سامر جابر بريطانيا في موقف جديد علقت على الفور حوالي ثلاثين رخصة لتصدير الاسلحة الى اسرائيل بسبب كما تقول مخاطر من استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي يعني نتحدث عن ثلاثين رخصة من أصل حوالي ثلاثمائة وخمسين أو ستين رخصة وبالتالي هل هذا الأمر مؤثر أو هو مجرد عمل استعراضي فقط فعليا أمريكا بريطانيا أعسف دولة ديمقراطية نحن من أول أسبوع بعد سبعة أكتوبر خرج الشارع البريطاني لمظاهرات واسعة وخلال أسبوع الجاي في عنا كمان مضاعرة هذه المضاعرات وضعت ضغط ويبدو أن الموضوع الفلسطيني موضوع أساسي وليس حاسم في الانتخابات الأكبر البريطانية وبالتالي حزب العمل أو حزب العمل في بريطانيا يريد أن يظهر لناخبي بأنه هناك تغير في سياسة عن حزب المحافظين السابق وبالتالي في هذا الإطار جاءت عملية تجميد ترخيص التصدير تصدير السلاح لإسرائيل الحديث عن تقريبا 11 فارز الست بالعشرة من ترخيص التصدير هو عمليا رقم متواضع من ناحية الكميات غير معروفة لأن الكميات اللي ممكن يتم تجميد تصديرها ولكن بشكل أساسي إذا تلاحظ أنه في قرار التجميد لم يتم تجميد قطع للطار لطائرات الآف 35 وهي طائرات استراتيجية تستخدم في القصف في قطع العز في لبنان وفي حال حتى يعني هذا القرار هو موجه أكثر للداخل البريطاني نعم جزئيا هو موجه للداخل البريطاني خاصة أن هناك تصاعد متلاحق في ترع البريطاني للضغط على الحكومة باتجاه فرض عقوبات على هناك مقالبة أساسية حتى في هذا السياق هناك حتى السفير الفلسطيني زمط نادى بشكل واضح بفرض عقوبات من الحكومة الأمريكية وهذا يعني تطوّم حتى في موقف السلطة الفلسطينية مقالبة بفرض عقوبات مباشرة على السلطة هذا الجزء ولكن جزء آخر هناك توصيات من الحكومة السابقة وإدراك تام بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وبالتالي هذا القانون الذي تم إنشاء عايته من خلال الإمبراطورية البريطانية السابقة وبالتالي هو ينظم العلاقات ويحمي مصالح الدول المهيمة في العالم تم اختراقها وبالتالي هم يحاولوا الحفاظ على هذا المدد برباحث سياسي فلسطيني كنت معنا من لندن وشكرا لعامر خليل خبير في الشؤون الأمنية والإسرائيلية انضم إلينا من القاهرة الشكر مصول لكم أيضا مشاهدين الأعزاء على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة